بسم الله الرحمن الرحيم درسنا جماعة النهاردة ان شاء الله مهم جدا لان احنا هنبدأ بداية جديدة مع بعض كده في البرنامج اللي احنا عملناه لان انا اضاف طلو صلاحيات مستخدمين وفي نفس الوقت عملت بعض التعديلات عشان الناس اللي بتحب تشتغل انجليزي ما بتشتغلش عربي برضو يبدأ اشتغل معانا وما يحصلش تعارض بين الرموز اللي انا بختارها سواء بيشتغل عربي او بيشتغل انجليزي تمام طيب قبل اي حاجة جماعة عشان في ناس سعب تسألني على الفيديوهات والكلام ده ده رابط القناة بتاعي طبعا لو ضغطت من اي فيديو على الصورة بتاعتي هيدخلك مباشرة ولكن لو حد مش عارف يدخل اليوتيوب دوت كوم هتعمل ات واجدي شعبان يعني بمنتهى البساطة كده هيدخلك على القناة في عندي الصفحة الرئيسية ممكن ادخل منها على الفيديوهات وحتشوف طبعا من الاقدم للاحدث احنا هنشتغل على قاعدة التشغيل اللي هي دي جديدة اللي انا عملتها اللي هي برنامج تشغيل قواعد بيانات سيكوال هتلاقوا فيها اول حاجة اللي هو بنزل قواعد البيانات نفسيها اللي هي SQL Server 2022 عشان الناس اللي ما اشتغلتش عليها قبل كده ماشي؟ وحتلاقوا الفورم السحري اللي انا حملته قبل كده برضو اللي عايزة اتطلع عليه عشان يشوف الحاجات اللي احنا عملناها ممكن يخش في الفيديوهات او يخش في المنتدى على فكرة المنتدى جماعة متأسم بطريقة كويسة جدا لو دخلت كده على المنتدى كل درس انا بنزله بحطه على المنتدى مباشرة فبصوا كده معايا يعني دي اخر حاجة هي مثلا اللي هو تحميل برنامج تشغيل قواعد البيانات برضو عايز الناس تطلع عليه اللي ما شفهوش يعني وفيه اللي قبليه بقى بصوا هنا تحميل وتنصيب سيكوال سيرفر عشرين اتنين وعشرين لان دا اللي هنبدأ منه دا البداية الحقيقية بتاعتنا تمام؟ يعني هكنا انا هكمل على الشغل دا احنا كنا نزلنا اتنين سيرفر فعايز الناس تشوف الفيديو اللي هما ما شفهوش واللي ما نزلش السيكوال سيرفر عشرين اتنين وعشرين يبدأ ينزله عشان نشتغل بقى نعمل قاعدة بيانات ونشتغل واحدة واحدة نحط الجداول نحط الفيوز نشوف ازاي هنعمل التقارير هنشتغل معاك واحدة واحدة تمام؟ طيب دا بالنسبة للقناة انت لما حتيج بقى تخش تحت الفيديو كده هتلاقي فيه طبعا برضو الرابط بتاع البرنامج طب الرابط بتاع البرنامج خلي بالكوا جماعة اول ما بتيجي تنزله هو اي حاجة بامتداد EXE طالما نشر غير معروف بيخوفك فمحدش يخاف حيقولك ايه دا نشر غير معروف وتلاقي الانتي فيروس انتفض والعملية كده فيها ايه رعب جواية كده ما يهمكش بتقوله لأ نزله على مسئوليتي وبتنزل عادي خالص حينزلك الايكونة بهذا الشكل تعالوا نعمل عملية تنصيب كده واحدة واحدة اهو طبعا بيقولي نشر غير معروف وخلي بالك والحكاية والرواية حقوله مفيش مشكلة حقوله نعم طبعا نكست وهنا حوافق وهقوله نكست هنا حتكتب اي اسم زي ما قلنا قبل كده ماشي وهقوله نكست هنا بقى نخلي بالنا المرة دي حنخليها في السي ولكن خليها لي ايه من السي مباشرة بدل ما يخش على البروجرام فايل والكلام ده لأ حندخله مباشرة على الملف اللي هو حيعمله هنا اللي هو اسمه WFVB ايه WFVB دي واجدي فورم فيجوال بيزيك ماشي واجدي فورم فيجوال بيزيك وحقوله نكست اهو كتبهولي اهو WFVB فحقوله نكست ونكست وفي الاخر حقوله فنش طبعا المفروض انا كنت حطت صورة معرفش ما ظهرتش ليه مش مشكلة المهم حيبقى بهذا الشكل كده جماعة حندغط عليه كليكتين طبعا جماعة البرنامج حيفتح معايا بالشكل ده ولكن زي ما انت شايفين في وظيفة المستخدم مدير وده ما عنده كل الصلاحيات وهو الاساسا اللي بيحط الارقام السرية وبيحط اسماء الموظفين وكل حاجة هو اللي متحكم في كل حاجة ولكن فيه عندي مدخل بيانات ده ما يقدرش يعمل حاجة غير انه يدخل بيانات فقط وفيه واحد تاني او عدة اشخاص يعني ممكن تحط اشخاص زي ما انت عايز يخش على الاستعلامات وبرضو عدة اشخاص يخش على التقارير طيب احنا كنا عاملين قبل كده اتنين سيرفر يا جماعة وهم اللي هنستخدموا باتنين سيرفر اي سيرفرات اضافية اكن البرنامج ما بيدخلهاش غير عن طريق المدير لو حب هو ينقل قعدة بيانات الى سيرفر اللي احنا شغالين عليه بينقل تمام طيب هنا بقى عايزين نشوف ازاي اسام المستخدمين والصلاحيات والكلام ده هنبدأ نقفل هنا ونبدأ نروح على السي احنا سطبناها فينا جماعة في السي فهنخش على السي اول ما بخش على السي على طول بلاقي ايه انا عملت التسطيب مباشرة اهو WFVB بدل ما ايه ادخله في البروجرام فايل اللي هو ملفات البرامج لان انا عامله 32 عشان الناس كلها تشتغل عليه طيب هنا ببدأ ادخل وزي ما شفنا في الدرس اللي فات انا عندي هنا البيانات بس انا مخلتش الا في الداة حاجة واحدة بس اللي هي دي انتر اللي هي بتاعة الدخول طيب هنبدأ ناخد الاتنين دول كده مع بعض اهو جماعة هنعمل نسخ وحنبدأ نروح مباشرة على احنا هنرجع للسي تاني عادي خالص بصوا جماعة كده هنخش بقى في البروجرام فايلز زي ما عملنا المرة اللي فاتت وهنا هنبدأ نخش على Microsoft SQL Server وحنيجي هنا على بصوا MS SQL الاصلية اللي هي باسم الجهاز تمام كده وحنبدأ نضغط عليها ودي يا جماعة المفروض ان انا ما بحطش حاجة فيها خالص غير الارقام السرية بتاعتي بخش طبعا على ال data يعني اكن ده قاعدة البيانات الوحيدة اللي بحطها هنا وحقول له ايه لصق لانهو بيعتمد اول ما بيدخل المفروض ان هو بيلاقي قاعدة البيانات دي فبيبدأ ياخد منها المعلومات لكن انا لو حطيت حاجة وسبقتها في الترتيب يبقى كده كل حاجة حتوقف عشان كده قلتلكو لازم نشتغل بدقة يبقى السيرفر الاولاني اللي هو باسم الجهاز هحط فيه بس الارقام السرية والمدخلين يعني طيب غير كده مش هضيف اي حاجة طب السيرفر التاني في الترتيب على طول هو ده اللي بحط فيه كل قواعد البيانات اللي انا عايز الناس تشتغل عليها تمام؟ بعد ما خلصنا هنا كده هنقفل وحبدأ اروح بقى للسيكوال سيرفر بتاعي عشان اعمل التاشت للحاجة اللي انا هضفتها دي فطبعا اهو اسم الجهاز احنا عندي زي ما قلنا فيه اربع سيرفرات ولكن لو انت رجعت الدرس اللي احنا عملناه قبل كده ساعة ما سطبنا البرنامج احنا كنا عاملين اتنين سيرفر بس فانت هتخش اللي باسم الجهاز ايا كان اسم الجهاز بتاعك هندخل عليه اللي هو الاصلي وحقول له ايه كونكت كده جماعة احنا دخلنا على سيرفر بتأكد كده وبافتح ما بلاقيش ولا قاعدة بيانات موجودة زي ما اتفقنا لازم حتى لو فيه حاجة هعملها دي اتاش عشان اخرجها يعني فهنا وحعمل اتاش بقى عشان ادخل قاعدة البيانات بتاعي زي ما انتش شايفين هيدخلني على الصفحة دي فبقول له ات طبعا هو هيروح مباشرة على المكان اللي فيه قاعدة البيانات اهي اسمها دي انتر هنضغط عليها وحقول له اوكي طبعا بعد ما بحط التفاصيل بتاعتها كده بقول له اوكي زي ما انتش شايفين يا جماعة هو دي انتر زهرت بالنسبالي هنبدأ نفتحها زي ما انتش شايفين ما فيش غير جدوى الواحد اللي هو بتاع المستخدمين هنبدأ نضغط عليه نعمل كليك يمين انتو هتلاحزوا ان فيه اكن فيه اتنين دي انتر لا هو المفروض واحد بس لو عملت رفريش عندك انت هيزهر واحد فقط ولكن انا عندي الجهاز بطيق قوي فعشان كده يعني واخد راحته على اخر المهم هنجي هنا هنختار طب اول متين صف هنضغط عليها زي ما انتشايفين يا جماعة دخلني على الجدول طبعا انت ممكن تغير هنا بقى الحاجات زي ما انت عايز طبعا مدير دي مش هتغيرها ولا مدخي البيانات ولا استعلمات ولا تقارير انما هتغير اسم المستخدم هتغير كلمة السر زي ما انت عايز وهنا الموقع بيتحط في الصف الاولاني اللي هو بتاع التقارير ماشا جماعة ده الموقع بتاع التقارير بتاعنا انت ما هتشغله مش هيفتع عندك زي ما قلنا لكن احنا ان شاء الله ما هنعمل بقى الحكاية دي واحدة واحدة مع بعض فكل واحد اكنه هيعمل الموقع بتاعه فهيبدأ يحط فيه التقارير بتاعته هتشتغل معاه تمام التمام وهنعمل الحكاية دي خطوة خطوة مع بعض المهم هل ممكن حط مدير تاني طبعا ممكن تحط اي عدد من المديرين زي ما انت عايز وبرضو اي عدد من مدخل البيانات واي عدد من الاستعلامات واي عدد يخش على التقارير ولكن زي ما اتفقنا لازم الاسم الكتب صحيح وكلمة السر الكتب صحيحة انا طبعا للتسهيل كتبت اسمي عليهم كده متفنط وجدي محمد شعبان فطبعا وجدي اعملت تلت وحيد اللي بعده تلت اتنينات تلت تلتاتات عشان بس نسهل على نفسنا لما نيجي نشوف مع بعض عايز تغير اي حاجة غيرها واكتب انت بقى الارقام السرية عندك ولا سامي عندك كده اضفنا قاعدة البيانات اللي هتبدأ تدخلني طب هنبدأ نضغط على البرنامج الكتين زي ما انت شايفين هو فتح معنا البرنامج بنبدأ هندخل كمدير اتفقنا لو كمدير بيدخل على اي حاجة طيب انا المدير مسميه وجدي وكان كلمة المرور تلت وحيد ادي واحد 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 وحقول له دخول زي ما انت شايفين يا جماعة دخلني على اول حاجة فانا قدر اغير من هنا اي حاجة عايزها عايز اضيف مديرين اخرين باسماء اخرين عايز مدخلين بيانات استعلمات تقارير اعمل بقى اللي انت عايزه فيه اضافة فيه تعديل فيه حسف اعمل اللي انت عايزه تمام طيب هنا بقى بصوا كده المدير من حقه يفتح اي حاجة يعني ادي جميع السيرفرات لكن بقيت الناس كلها هتبقى شغالة على السيرفر ده فقط ناشي يبقى تاني سيرفر يبقى اول سيرفر ده جماعة حطينا فيه الناس اللي لها صلاحيات تاني سيرفر ده ان شاء الله تحط فيه الف قاعدة بيانات الفين تلات تلف زي ما انت عايز بقى خلاص كل قواعد البيانات بتاعتك هتتحط هنا فيه مدخلين ناس مدخلين بيانات فيه ناس استعلامات من حقات خش على استعلامات بس ناس تخش على التقارير وهكذا زي ما اتفقنا الموقع بتاع التقارير بيتحط في اول واحدة لانه بيقرأ من بره الحاجات اللي موجودة هنا تمام فشك كده قلتلكو ده بيبقى خاص ب اسماء المدخلين فقط يعني ما اقدرش هحط قواعد بيانات اخرى تمام طيب تعالوا بقى نخش هنا عادي بصوا كده بصوا جماعة دخلني اهو عادي على المبيعات وممكن اخش على كتب يبقى زي ما انت شايفين تقول اعمل اي حاجة اضيف حد جديد احزف حاجة اشتغل عادي خالص تمام كده طيب تعالوا بقى نقفل الكلام ده ونفتحه تاني ونخش بقى كمدخل بيانات نشوف هو بيشوف ايه وبرضو لو بدخل استعلامات او بدخل تقارير فتحنا تاني جماعة هنا بدى المدير بقى حقوله لا خليلي مدخل بيانات مدخل بيانات ده كان اسمه محمد وكلمة المرور بتاعته كانت اتنين 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 وحقوله عملي عملية دخول بصوا جماعة حتلاحظوا ايه ان هنا السيرفرات كلها مطفية مفيش غير الاس عشرين اتنين وعشرين بس هو اللي من حق يشتغل فيه زي ما اتفقنا هو ده اللي بتحط فيه ممكن يخش على اي قاعدة بيانات زي ما اتفقنا ان شاء الله الف قاعدة بيانات هيجبهم لكلهم يشتغل زي ما هو عايز طيب لو برضو مصته هنا هتلاقه هو شغال على الجداول فقط مش من حقه يخش على الاستعلامات او يعمل اي حاجة بصوا جماعة عشان التعديلات اللي انا بقول عملتها انا لو جيت دخلت مثلا على البوكس او خليه دلوقت لما نخش في الاستعلامات هنقول طيب انا هخرج برضو من ده وحبدأ لو واحد هيخش كاستعلامات ايه اللي حيحزن بصوا جماعة المرة دي هاخد واحد ممكن يخش على الاستعلامات ادي هنكتب هنا شعبان وحقول له كلمة المرور بتاعته كانت تلاتة 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 وحقول له عمل لي عملية دخول زي ما انت شايفين برضو نفس السيرفر اللي هو عشرين اتنين وعشرين هو اللي من حقه يدخل عليه هتلاقه هنا بيخش على الاستعلامات بس ماينفعش يخش على الجداول ولو بصنا هنا حلاقي المبيعات وحلاقي البوكس طب لو جينا على المبيعات هتلاحظوا بقى حاجة مهمة جدا شايفين يا جماعة هنا حرف الاس ده شرطة اس انا كنت عامله الاول بيحتوي على شرطة اس ولكن قلت طب افردوا واحد شغال انجليزي هتعمل مشكلة فعشان كده خلته اكنه بينتهي بشرطة اس بحس لو انا شغال انجليزي برضو بعمل شرطة اس في الاخر فبيعمل لي الحسابات بتاعتي سواء جمع او ان انا بجيب الوسط الحسابي او اكبر قيمة او اصغر قيمة بيقراها هو منه نفسه بيقراها ازاي يلاقي في الاخر شرطة اس زي ما هنعمل مع بعض وحنشوف وبرضو هنا فيه كل نديم زبطينا ان انا لازم اكتب كلمة تاريخ لا ده انا عملتها بحاجة تانية لو انا عايز الوقت الحالي فيبقى تي ان يعني طايم ناو وطبعا التاريخ ديت ناو وبرضو الكلام ده هنشرحه بالتفصيل عشان الناس تستوعب معنا طيب لو جيت ادخل على مثلا ادي هنا البوكس لو جيت انا دخلت مثلا هنا على العمليات زي ما انت شايفين برضو الصور بقيت بقوله ان هي لبحرف يبقى هنا شرطة ب يبقى اللي هي بكتشار يعني بيفهم منها ان هنا فيه اسام الصور تمام كده وهنا لو انا بتكلم عن تاريخ بيبقى شرطة دي وطبعا كل الحاجات دي ان شاء الله هنقولها بالتفصيل ابتداء من الدرس القادم نفس الكلام بقى مش مش هنعيده لو انا دخلت عدت قارير حكتب الاسم اللي هو كان اسم حسين وححط اربعات هيدخلني على الموقع بس زي ما قلتلكو انتو مش هيدخلكو على موقع ولا حاجة لان ده محلي تبع الجهاز بتاعي طيب بعد كده ان شاء الله ابتداء من الدرس القادم هنبدأ نعمل قاعدة بيانات جديدة ونبدأ نحط بقى كل الشروط اللي احنا يعني طب واحد يقوللي على فكرة طب انا لو عندي قاعدة بيانات بتاعتنا هل ممكن اوفقها تشتغل هنا طبعا بتوفقها هقولك تعمل ايه وان شاء الله ابتداء من الدرس الجاي بس مع الاسف يا جماعة مفيش ولا واحد فيكو قال لي البرنامج نزل معايا واشتغل معايا وتمام ولا هو خافي نزله لما قال له بعض التحذيرات يعني محدش قال لي ولا علق باي حاجة فانا مش هعرف اي حاجة لحد دلوقتي اتمنى جماعة ان انتو لما تنزلوا بقى الجديد ده تعملوا لايك وشير وتقولوا لي اشتغل معاكو ولا ما اشتغلش معاكو ايه الحاجة اللي تحبوا اضيفها وهكذا يعني يبقى فيه كده حوار في الموضوع اتمنى الدرس يعجبكم ويكون سهل بالنسبة لكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر